أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نظيره الإيرانية بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا وأضاف الوزير البريطاني أن محادثته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جوالد ذريف يوم السبت كانت بناءة وأن الوزير أبلغه برغبة طهران في حل قضية ناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف وقال هانت إن القلق يتعلق بوجهة النفط الذي تحمله الناقلة وليس مصدره واحتجز جنود موشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الأسبوع الماضي قبال تساحل منطقة جبل طارق البريطانية المطلط على البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا وطالبت إيران بريطانيا بإنهاء احتجاز السفينة ونفت أنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ولا تفرد دول أوروبية عقوبات على طهران غير أنها تفردها على حليفتها سوريا منذ عام 2011 اشتركوا في القناة